السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حبة كرز ان شاء الله بتفاحة واحدة وبيضة واحدة سنحضر هذا اليوم مني تغطلت او لا مني تغط ببوم او لا بتفاح بقوا معي ستعرفوا على المقادر ديال هات الحلوة سنحتاج فيها تفاحة واحدة واربع ملاعق ديال السكر واندي هنا تقريبا ملعقة كبيرة عصر الليمون وملعقة كبيرة ديال الزبدة وسكر الفاني غادي ناخدو الكاثرول ديالنا غادي نوضعو فيها تفاحة اللي بشرناها مسبقا نقطعنها مرسويات ونزيدو عليها داك معلقة كبيرة ديال الحامض واربع المعلق ديال السكر ونزيدو عليها الزبدة والفاني كذلك وغادي نوضوها على نار اللي هي مهيلة حتى كتتعسل معنا وبطبيعة الحال مرة مرة كنحركوا باش هكا كنتفادوا ان السكر يلتسقنا بالجوانب من بعد ما تحصلنا داك تفاح يعني من بعد مرور تقريبا وحدة عشر دقايق غادي نوضعها جانبا في واحد الاناء ونخليها تبرد اما بنسبة اللبات فغادي نحتاجو فيها نصف كاس ديال زبدة مدعبة وعدنا كاس مع مرش ديال السكر وبيضة واحدة وعدنا هنا ملقة صغيرة ديال الخميرة الكيموية وعدنا هنا يا جوج كيسا ديال الدقيق واحدة الاناء غادي ناخدو البيضة غادي نزيدو عليها السكر ما يعادل تقريبا 80 غرام ان شاء الله في صندوق الوصفة غادي نخلي لكم مقادير بالغرام كذلك هنا غادي نحاول ان نمزجهم حتى كنحصل على واحدة الخالط اللي تقريبا متجنس كما كتشوفوه اطربته حتى تقريبا ولا اللون دياله اصفر فاتح فقط بتطرب اليدوي هنا غادي نزيد عليها كمية ديال زبدة مدعبة تقريبا 10 غرام غادي نزيد عليها تقريبا واحدة ملعقة صغيرة ديال الخميرة اما بالنسبة للدقيق فاحنا غادي نضيفه تدريجيا غادي قدري اخذ لكم ما بينجوش كيسان حتى الجوش كيسان واربعه على حسب نوع ديال دقيق حيث كين الدقيق اللي كيشرب وكين اللي ما كيشربش بزاف غادي نعاود نضيف الكمية المتبقية ونحاول انه ندخلوه مزيان فتا كلبط حتى كنحصل على واحدة العجينة اللي هي متماسكة بعد ما حصلت عليها عجينة اللي هي متماسكة غادي نحاول نحيد منها واحدة تولوت نوضعه في التلاجة وثلوتين المتبقين فانا غادي نخدمهم مباشرة ما غاديش موضعهم في التلاجة من بعد غادي نفيلميهم جيدا ودك المرسول الصغير غادي ندخلوه لمجمد كيف ما اذكرت هو المرسول الكبير فانا غادي نخدم به مباشرة من بعد ما غادي ارتاح واحد عشر دقايق كما كتشوفو هنا من بعد ما ارتاح غادي نحاول انني نقسمو المرسويات اللي هي متساوية ونشكلم على شكل دوائر تقريبا هنا هي خرجت لي استدية الدوائر من بعد غادي ناخد واحد المول اللي هو خاص بلي موفين اولى بلي ماضلين غادي نمزعه داخل منو ذاك الكوريات اللي اذكرت خرجت لي استدية الدوائر ونحاول اني نقرسم شوية بيد ديها حتى كياخدو شوية لفورم وبمساعدة واحد الكأس غادي نشكل واحد الحفرة بش هكا كنضمن انني ملأت جميع الفراغات من بعد غادي نحاول انني نزيد ننوسع ذاك الحفرة بيد ديها اللي غادي نملأها من بعد بدك قطع ديها التفاح يمكن لكم تعوضوا التفاح بالنقاص اولا باش ما حبيته اولا باش ما شمع السل فهو كيبقى خسياري اشتركوا في القناة الآن غادي نخرج ذاك المرسول الاول اللي وضعته في المجمد ونحاول انني نبشره هداه لشو وضعته في المجمد باش هكي يساعدني انني نبشره بكل سهولة ما يعدمنيش في الخدمة كما كاتشوفو هو كي تبشر بكل سهولة هنه غادي نوضع قطع ديالة ديال التفاح اللي على السلتم وطبيعة الحال خليت محتبره مزيان باش هكي ما يخسروا الليش لطط نحاول انني نوزع بكمية اللي هي متساوية باش هكي يجوني نفس القد ونفس العبار كما كاتشاهدوا هنا فانا خرجت لي السد الحبات ولكنت انتم حابين انكم ضعفوا الكمية فلكم اختيار فاد المسألة هادي انا فقط احتاجت السد الحبات فاكتفز بكمية اللي هي قليلة وكا اضافة جمالية فانا هنها غادي نزيد ذاك الكمية ديال ديال اللبط اللي حكيتها مسبقا الجوانب كيف ما كاتشاهدوا كنحاولت انني نضغط عليهم بالزيف يعني غاكت وضعوهم مني غادي وضعوهم في الفران فهم غادي يدوبوا لتسقوا مع بعضياتهم غادي نكمل على نفس الطريقة حتى كنسلي ذاك الميني طرطلت كاملين بعد ما سيتم غادي ندخل الفران اللي هو مسخن على درجة حرارة 180 من الفوق ومن التحت ونخليهم الطبوع لخاطرهم تقريبا 21 دقيقة كيكونوا وجدي معنا بعد مرور عشان 20 دقيقة تقريبا خرجهم الفران كما كاتشوفو فهم كييجو رائع فشكل ديال ليم كذلك في المطق ديال هدينا نقطع معكم واحد ووحدة باشتوفوها كيفاش كتجي من الداخل كي يجي دكتفح مهسل يعني كمل طيابو في الفران وكي يجيو شكل ديال المراقيين هنا يزين تم شوية ديال سكار غلاسي مع الجوانب كتبقى مسألة اختيارية غادي نقطع معاكم هنا وحدة باش تشوفو كيفاش كتجي من الداخل كتجي طيبة لبات طيبة معنا مزيان على شكل يعني لبات صابلي ودكتفح مهسل من الداخل كنتمنى ان هذه الوصفة هادي تناسي حسن ديالكم وانكم نجربوها ان شاء الله وتنجح معكم ولا اعجبكم في فيديو ما تبخلوش هدية بلايك والشارك في القناة وشكرا بصحة وراحة